بسم الله و صل على شيدنا محمد و على الم و صحبتي جميعي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم و أخواتي و إخواتي و أخواتي في قناتكم حلوية إليانا قاتو اليوم أحبت شارك معكم من هذه القصفة سهلة و بسيطة و الاقتصادية نقول بسم الله هنا نضيف زوج حبات بيض ضفت لهم كوب سكر حبيبة السكر العادي نخلطهم جيدا بالمضرب اليدوي حتى نحس بالخليط أصبح أبيض نوعا بعد ذلك نضيف لها كوب من الزيت نضيف لها ثنين ملاعق كاكاو مرحي فول سوداني مرحي او جوز مرحي تستغني عن الكاكاو وستعملي الجوز وكذلك نضيف لها ثنين ملاعق كاكاو مر الكاكاو العادي في الجزائر في الدول العربية تقولوا الكاكاو المر اضفت لها كوب مينان نيشا وكيس خاميره كيميائيه الكيس في الجزائر 10 غرامه نخلط كامل المقادر فقط بالمضرب اليدوي في هذه الوصفه بعد ذلك نحي المضرب اليدوي ونستعمل يدية احنا اخواتي في هدي الوصفه درت كوب نيشا وثنين كوب دقيق مثل كوب فارينة هذه المقادر المستعملة لكن يبقى الفارينة اللي هو الدقيق على حسب النوعية تايه هناك الدقيق اللي يشربه هناك الدقيق اللي ما يشربش اذا كان عندكم دقيق عادي هذي المقادر المضبوطة لهذه الكيفية كوب نيشا وثنين كوب دقيق البيض يكون بارد الزيت يكون بارد والنشاء هو العامل الاساسي في وصفات الزيت اللي ما تخليش الزيت يخرج النشاء مهم جدا في هذه الوصفة نتابهوا بالزفل هذه الملاحظة هذه هي العجينة اللي راح نتحصل عليها بعد ذلك نجيبوا الميزان هذه العجينة راح نستعملها باليد راح نوزن كريات ثلاثين غرام يعني كريات متوسطة ما هي كبيرة ما هي صغيرة نوزنوهم ثلاثين غرام في هذه الكمية اذا وزنتوهم ثلاثين غرام راح نتحصلوا على ثلاثين كورية لمعندها الميزان استعملي كوريات بحجم صفار البيض يعني صفار البيض العادي استعملي كوريات اما هذا الحجم في هذه الكمية اعطت لي ثلاثين حبة الجماعة اللي تحب الميزان اذا وزنتيهم ثلاثين غرام راح تتحصلي على ثلاثين حبة الفرن التحق واتتي مية وسبحين دراجة مدة ربع ساعة والوصفة تكون يعني اطابت يعني يا ربي حضرتهم في عشر دقائق والفرن كان في خمسة وعشرين دقيقة في خمسة وعشرين دقيقة الوصفة وجدت لي هنا ديت مية غرام شوكولاتة بيضاء مية غرام شوكولاتة بالحليب ذوقتهم بعد ما ذوقتهم كان عندي الوصفة كما راكم شايفين الحلوات التي كانت تطهد وهنا راني نزينها فقط بالقليل من الكوكو المحمص يعني مرحي خاشن هو الحمص اللي هو فول سوداني يعني ما حمصته قليلا في الفرن فقط والتزين اختياري تقدروا تزينوا بالشوكولاتة البيضاء تقدروا تزينوا بالشوكولاتة بالحليب تقدروا تزينوا بالشوكولاتة السوداء تقدروا تزينوا هي وتزينوا فقط بالمربة ل�� bestimmه يشوية كو كو يعني التزين يبقى اختياري اخواتتي هذا هي الوصفة اللي حصلنا عليها اخواتة بمتناول الجامع استعملت فيها 100 غرام شوكولة 100 غرام شوكولة بالحليب 100 غرام شوكولة بيضاء هذه هي تقدروا ثاني تستعمل وجوز الهتم في مكان الكوكو والفول السودان هذا هو الاقتراحات كامل اللي مديتهم لكم اخواتي ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم افوذيك رزيناتي حذائيين جاء كنت لهنا التلويث هرثي مليليث ان شاء الله